فيكم يحدث مبالغات في دعاء القنوط نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوط وهل له أدعية مخصوصة وهل تشرع إطالته في صلاة الوتر دعاء القنوط مشروع نعم بعد القيام من الركوع ولكن الواجب التوسط فلا يطيله إطالة تشق عليه وعلى المأمومين ولا يخففه تخفيفا يحرم نفسه ويحرم المأمومين من فضل الدعاء بل يتوسط في ذلك في دعاء القنوط